السلام عليكم. اليوم ان شاء الله سنعرف كيف نختار الشركة المناسبة لعرض ADSL 20 ميجا 149 رهب. بحكم جميع الأسئلة كيف نختار الشركة. انا كان بعض الناس الذين يريدون ان يحاولون الخط الانتصالات الى انوي والأورنج بحكم انهم يخفضوا التكلفة. عودي يخلص 149 رهب ويخلص 140 رهب. الناس الذين طمعانا انها تزيد واحد صحابة بشوية. وطبع الحال جاءوني بزادي الاسئلة الناس الذين يريدون ان اشترك من جديد. اشترك من شركة اختار. اليوم سنعمل واحد مقارنة. وهذا المقارنة سنبني اختيارات دينا. ويكون رسائل مشفرة في الحلقة ركز مزيان معي اشترك. ودائما اذا كنت مهتم مواضيع دينا تشترك على قناة بروغرافور باش نستمر الانشاء على المحتوى. اوقعوا معنا الى النهاية. اول شي اخوان دينا اللي بغيت ان نوجه القاعد اخوان ان البنية التحتية اللي عندك في المنطقة ديالك لا تتغيى. يعني سوى كنتي مع اتصال. سوى كنتي مع انو. سوى كنتي مع اوروش. انا بنية تحتية. ما قد تتغير شو حتى الكابل اللي دايز من عندك من بره. حتى الموازع او لدي اسلام. انا ما غاديش تبدل. يتبدل شيء واحد. اللي هو البور. يعني تقدر الشركة تجيب دي اسلام دياله. يعني يقدر يستمر بورتها عشرين ميجا. يعني يقدر يكون بورت ما كدهوش ديك اللي بغيين الحنا اللي محتاجين هنا. وكايف واحد حالة اخرى ان الشركة ما عندهش. دي اسلام دياله اولا الموزع دياله. كسو بوروشيك مع شركات السرط المغرب. عليها كنلاحظو ان بزر ديال نسخة دامين مستريفورات ديال الاتصالات. او على القناة ديال الاتصالات اللي هو ثمانية خمسة وثلاثة. اي هنا شيني كنستجروا. كنستجروا ان البنية التحتية. لا تتغير. يعني ديكستور عليها تجوز لك هي اللي غلي سجوز لك. سوى اذا كانوا في مشاكل اخرى. يعني اه شيني الشركة اللي محدد ذلك. عند مشاكل كاملة. ممكن تكون تستلف من شركة الى اخرى. ارى نشوفوا حاجات اخرى اللي هما فرعيين. يعني اي شركة اللي كوفرهم. الخدمات. او الامتيازات اللي عند كل شركة اللي تتحفزني ان اني شونجي الخط او لا نمشي الى ديركت. غادي نعملوا هاد مقارنة وغادي نشوفوا في الحاسوب ديالنا هاد مقارنة بالتفصيل. باش كل واحد يعرف فين غادي نمشي. كما كنتشوفوا معنا الاخوان ديالنا على الحاسوب. عمشون متصفح ديالنا. باش نفتحوا الصفحات ديال شركة الوي والصفحة ديال شركة اورونج. هنا شركة اورونج عنده من نفس العرض نفس كل شي تقريبا. الا بعد الاختلافات الطفيفة اللي غادي نتكلموا ليها. العرض ديال ادي اس ايل يوصل حتى لعشرين ميجا مئة عربين درهم. وكذلك انوي العرض ديال ادي اس ايل مئة عربين درهم. اللي مفروض انها يكون يوصل عشرين ميجا. يعني اللي كان طب حوله ان ما يكون يوصل عشرين ميجا. بالنسبة للمكالمة تقريبا بحال بحال غير اورونج زيدة والحاجة زيدة. اشني هي? هي ان عندها جزء سويا مكالمة وطنية ودولية. انو الله عملها غير وطنية. وبالنسبة الفيكس راح بحال بحال يعني في مكان. اه بالنسبة لروتور كان اختلافات كبيرة في الروتور هادي نتكلموا ليها. اما بالنسبة المدة اللي غادي تقدر تستعمل في هالعرض ومعيش بكش. يعني تقدر ترجع لي مئة تمانية ايام. كان في انوي ووروش القادية هذي. انما انوي زيدة. جد الاشياء اللي هي مهمة. هو في حالة ما. مسوصلتش بالخط. في حالة ما وقع لك مشكل. في حالة ما وقع لك اي عطب وانت خدام وعند وعندك مش وعندك شغول ديالك في الانترنت او لو كنت تدخل وحن مصير من الانترنت ديالك. هنا الشيء اللي كان انوي اعطاتك وحباك دي باناش اللي تقدر تدوز بواحد في مستاشر يوم. كحد اقصى وغادي اه على لابد من ما يوفروا لك الخطة ديالك او ليسوحوك الخطة ديالك. هات القضية ما كيناش اه في اورنج. اورنج ما كيناش القضية باك دي باناش. بالنسبة للاصطلاسيون نفس زمان يعني مئة درهم لكل شركة تقول لك فري مئة درهم غير انوي كترجع لك ذلك مئة درهم كما نشوف هنا يا كما قلنا يتم استرجاع مئة درهم في الفاتورة تاليسة يعني اذيك المئة درهم ديال الاصطلاسيون كيرجعها لك في في الفاتورة التاليسة. هنا انوي اه اورنج لما ديراش القضية هذي هاتي هتخلص مئة درهم والروتور صفر درهم اللي كيقولوا عليه سوي خمسمائة درهم. الحاجة اللي موفرها انوي وموفرها اه اورنج هي الخيارات المتعددة اللي بحال مواجهات لروتور. اه كما قنا عارفو انوي عطينا اه 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 ميتين اه اه ميتين اه ميتين وسبعة وستين اين. عنا الهواوي ديجي اتنين وثمائين وخمسة وربعين في ذي. وعننا الديلنك اه اه الديلنك ديال اه كنضر مية وعبعة وعننا الخيار الثالث اللي هو بالصراحة خيار غوائر ان شاء الله هاد الروتور هادا اللي وفرته انوي غادي ندير عليه حلقة بوحدة لان هاد الروتور هادا كيستحق انني ندير عليه حلقة لانه من الموجهات الوعرة. كما قد شوف معنا في الصفحة الاخوان لانه هو الديلنك اه الاصي الف وميتين اللي هو الموديل دي اس ايل ميتين وخمسة وربعين جي او هاد الروتور هادا الصراحة يعني غادي ندير عليه حلقة بوحدة لانه فيها بستخدر كفاءات وطبع الحال يمكنك حتى انك تريسارجي الفيرموار ديالو ماشي بحال الروتور اخر يعني ما يمكنك لا تريسارجي الفيرموار لا تشي حاجة الفيرموار ديالو راح عندي والتحديثات اللي يمكن تجي من بعد تقدر تريد الفيرموار اللي هي الاصلية ديالو. الشيء اللي ما مفرح شي اورونش بتاتا هو ان اعطي روتور واحد ومشفر بزاف اه ما تقدرش تبدل هاد الروتور هادا. عكس انوي اه تقدر في بعض اللي روتور تقدر تجي فيجو اللوغين ديالو وتبدل الروتور. ولكن كنشو بعدة الخيارات اللي اعطت انوي ما نحتاج انني في اكتشفر من الروتور لانني كان بعض المواجهات اللي بدك تعطي مواجهات عندهم كفاءات عالية. حل اه الديلينك الاصلية الف ومئة عين. كما كنشوفه في ميزات اللي يوارغ لنتقلمه لها. حلقة انفرادية ان شاء الله الاخوان ديال. انا هنا الاخوان ديالنا ماشي كان حازن انوي ولا كان نقول ما تشوش الاغرونش لانا هنا كنشوف الخيارات المتوفرة. يعني كلي كان وفعنا الخيارات بزاعة. اما هي البنية بتحتية واحدة الكابل اللي غديده لك هو هو ربما الموزع. احتى هو 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 هو. ولكن تكون لك وفع لك الخيارات. اما السيربيس رب حال بحال. ارات حيط عيط. عند اه في الجروب ديال تيلغرام بروغرافور. الناس ديال اورونش كي قيلوا عيطه. والناس ديال انه كي قيلوا عيطه. نفس المشكلة. ولكن كما نقول له بعض الخدامات. اشنو كتوفر لشركة. شركة شنو كتوفر لك في ذلك الخدامات ذلك. انا نقدر اه تكونوا حشركة دي ما كتوفر على اه الخيارات متجديدة. قد تكون الخيار هذا قد تكون خيار جديد. ما تفكر على الخيار احسن. ما شبه على الشركة اللي ربما حطيت واحدة العرض. وحطيت واحدة الخيارات مع منتها شي تغير فيه. هات شي كامل غير على بيد من او في الانتدار لوصول الالياف البصارية. هنا ديك ساعة نشوفو اشنو نختارو في الالياف البصارية. وبحقبة المقارنة هذي انت ديك تقرر اشنو كتوفر. واش ورونش ولا انوي. الان هناك تنسي الحلقة قليلا. كنتي مستم. ما عليك الا تشارك على قناة الاسبوغرافور. الى اللقاء اصدقائي. الى حسة مقبلة.